السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مسترح من العبد من قناة دروس العالمي اونلاين ان شاء الله هنبدأ النهاردة اول محاضرة في كورس الانجليزي الخاص بالمرحلة الثانوية من سلسلة easy like magic علشان نتأسي صح لازم نبدأ من الاول اول حاجة لازم نعرفها هو تكوين الجملة البسيطة وهنمش مع بعض واحدة واحدة وهنعلي المستوى بالتدريج من اول تكوين الجملة البسيطة the structure of the simple sentence وبعد كده هناخد اجزاء الكلام parts of speech بعد كده art of translation اللي هو فن الترجمة وبعد كده هناخد how to write an essay ازاي نكتب مقال كمان هناخد قطعة الفهم كل ده في كل level هيبقى فيه اكتر من محاضرة متدرجة وصورة بسيطة بس ما تنسناش بتعوى حلوة في الcomments لان ده اكبر ده عملينا عشان نستمر ويا سلام لو تعمل كمان لايك للفيديو يبقى اكتر الف شيرك يلا بننبدأ مع اول حاجة النهاردة في القرصة تكوين الجملة البسيطة the structure of the simple sentence ازاي بقى نعمل تكوين ونركب جملة بسيطة اي جملة عندنا في الانجليش بتكون من ثلاث حاجات اساسية غالبا بقى فيها فاعل فعل وكمان compliment اللي هو التكملة الفاعل اللي هو السابجكت بتاعنا مثلا عابد الفعل التكملة او ممكن المفعول يبقى عابد يبقى عابد شاهد المباراة مثال تاني عمر دي طبعا سابجكت اللي هو الفعل بتاعنا الفعل هنا في المدرع البسيط بعد كده دي التكملة بتاعتنا يبقى اي جملة عندنا فيها ثلاثة اجزاء فاعل فاعل تكملة والتكملة ممكن تكون مفعول او حرف جر او ظرف زمن حسب ما نقول بعد كده ناخد نقطة نقطة من تكوين الجملة بتاعتنا حاجات بسيطة لازم ان تكون نعرفها من الاول خالص السابجكت اللي هو الفاعل الفاعل طبعا احنا عارفين هو الذي يقوم بالفعل مثلا الحصان بتاعي فاز بالسباك كلمة ون مش ون اسمها ون فاز بالسباك من اللي فاز بالسباك الحصان يبقى الحصان هو اللي ام بالفعل يبدأ فاعل علي ايت اسانويتش علي اكله ساندويتش طبعا اسمها بالانجلش سانويتش تحس ان دي كده مش موجودة سانويتش يبقى من اللي اكل الساندويتش يبقى علي يبقى هنا علي فاعل يبقى الفاعل ممكن يكون ايه هو الذي يقوم بالفعل نقطة تانية يمكن الفاعل يبقى هو اصلا موضوع جملة زي المبتدأ في اللغة العربية كده لما اقول لك سبورتس ميك اس فيت السبورتس الرياضة بتجعلنا عندنا اللقبة بذنية مريم مريم تكون طويلة يبقى هنا الفاعل ممكن يكون يبقى عامل زي المبتدأ في اللغة العربية اللي هو بقى وضوع الجملة كمان نقطة تالتة الفاعل ممكن يكون اسم انسان اسم حيوان اسم مكان اسم شيء معنوي غير ملموس ايه معنوي ديت يعني ما قدرش نلمسه زي السعادة الحب القر التعاون وهكذا مثلا عابد عابد بيدرس الطب هنا كلمة ميديسين مش معناها دواء هنا بقى معناها الطب بيدرس الطب في الجمعة هنا عابد اسم انسان ممكن يبقى فاعل القطة يعني مسكت الفقر هنا القطة ديت ايه ده اسم حيوان هنا في محل فاعل تمام المنزل بتاعنا يوجد في اسوان هنا المنزل بتاعنا ده اسم مكاني وفي محل فاعل اللي هو التعاون بيجعل الناس سعيدة ده بقى اسم معنوي وفي محل فاعل برضو فاول الجملة يبقى الاسم معنوي غير ملموس النقطة الرابعة قد يكون الفاعل اسم مفرد او اسم جمع ازاي لما قول مثلا اخوات البنات يكونوا موجودين فين في المنزل هنا فاعل بس هنا اسم جمع ممكن تبقى مفرد ممكن اقولك اختي تكون في المنزل يبقى هنا ممكن الفاعل يبقى اسم مفرد او اسم جمع نقطة الخمسة تحل ضمائر الفاعل التالية محل فاعل الجملة ايه بقى الضمائر الفاعل مثلا عمر يكون ماهر هنا انا بقولي عمر ده الفاعل بتاعك ممكن اشيل الفاعل وحطه ضمير يعود عليه تبقى he is clever نادا is beautiful نادا تكون جميلة ممكن اشيل نادا لها الفاعل واجب ضمير يعود عليها she is beautiful mona and huda are sisters mona وهدى اللي اتنين يكونوا اخوات mona وهدى اسم جمع فشلتهم وحطت مكانهم ضمير يعادوا عليهم they يبقى they are sisters the lion and the tiger are strong الاسد والنمر يكونوا اقوية شلت اللي تندلوا وقلت ايه they are strong ازاي يا مصر في عندكو خطأ اشياء ان they دايما معناها هم للعاقل لا the day هم للعاقل وغير العاقل تمام النقطة الستة عندنا النقطة الستة ممكن استخدم صفات الاشارة كفاعل للجملة ايه صفات الاشارة this that these those طبعا قلنا this هذا او هذه المفرد القريب الجمع بتاعها these هؤلاء الجمع القريب that ذلك او تلك المفرد البعيد لو حاجة مفردة وبعيد عني الجمع بتاعها those أولئكها للجمع البعيد مثلا this is my friend هذا يكون صديقي لو حاجة محاول these are my friends هؤلاء يكونوا أصدقائي مثال تاني that was a good present تلك او ذلك تلك تكون هدية جيدة لو حاجة محاول those were good presents أولئك دول يعتبروا هدايا جيد كمان ممكن استخدم صفات الاشارة المراضي قبل فعل الجملة يعني ايه احنا قلنا ان هي ممكن تبقى في محل فعل ممكن وممكن يجيب ورها فعل اصلا ممكن لو ما اقول this boy got high marks هذا الولد حصل على درجات حالية high marks فاولكم اقول لكم ان شاء الله لو اجمحها these boys got high marks الاولاد دول هاصل مع درجات ايه عالية that dog هذا الكلب او ايه ذلك الكلب لانه بعيد عني that dog chased a cat الكلب ده الكلب ده يعني طارد الكطة لو اجمحها those dogs chased a cat الكلب ديه كانت بطارد كطة النقطة السابعة في الفعل عندي ممكن استخدم حكا اسمها ضمائر غير محددة كفعل الجملة للجم لأي ضمائر غير محددة كلكوا عارفينها ديه كلها اسمها ضمائر غير محددة ممكن تيجي كفاعل لكم تمام لما اقول مثلا someone took my tablet شخص ما اخذ التابلت بتاعي no one is at home لا احد في المنزل خليباك no one تعامل معاملة المفرد هنا everyone wants you to succeed كل واحد يريد منك ان تكون ناجح anything can change your opinion اي شيء ممكن يغير رأيك خليباك الضمائر غير محددة تعامل معاملة المفرد النقطة تمنى عندنا في الفاعل او الحاجة يمكن استخدام كلمة one بمعنى المرء او الفرد كفاعل الجملة ازاي لما اقول one must help other people يعني ايه يعني مفروض الواحد فينا المرء او الفرد فينا يجب ان هو يساعد الناس الاخرين كمان في النقطة التاسعة ممكن استخدم احيانا كفاعل بقولوا عليها فاعل وظيفي او مبهم في بعض الجمال يعني ايه فاعل وظيفي يعني مقولك مثلا it has been hot today it هنا مقصود بهاي من المعنى بتاع الجملة مقصود بها الطاقس يعني it تساوي the weather يعني الطاقس النهاردة كان حار جدا it is nine o'clock it هنا مقصود بها الوقت يبقى انها الساعة تاسعة تماما it was kind of you to help me ده كان شيء طيب او موقف طيب منك انك تساعدني it هنا مقصود بها the action itself ان الحدث نفسه الحاجة نفسها الفعل اللي تم يعتبر شيء طيب منك انك ايه ساعدني تمام لما ناخد بعد كده بقى النقطة التانية او الرقم اتنين في تكويني الجملة البسيطة الوالفيرب الوالفعل غالبا الفعل بيجي بعد الفاعل احنا قلنا فاعل بعد كده فاعل عمر eat fish and rice عمر يعني اكل سمك ورز طبعا اللي امل فاعل مين عمر يبقى هنا فاعل جي بعد الفاعل على طول كلمة eat وده فاعل ماضي past simple بعد كده مثال تاني عابد will go swimming عابد سوف يذهب للسباحة الفاعل عندي will go يمكن بقى فاعل ماضي او فاعل ايه مستقبل الفاعل بتاعنا بيحدد زمن الجملة يعني عشان تعرف زمن جملة معينة شوف الفاعل ده ايه وانت تتعرف الزمن بمعنى ايه شوف كده اول حاج لما قول مثلا he plays football هو يلعب كرات قدم الجملة هنا كلمة plays ده فعل مضفتله اس فده يعتبر مضارع بسيط يبقى الجملة في زمن المضارع البسيط يبقى من عادة عمر انه هو بيلعب كرات قدم ديها جملة مثبتة ممكن اجيبها منفية واناخد الكلام ده بعدين ازاي ننفي الجملة بكل الصور بتاعتها هو لا يلعب كرات قدم ديها جملة مضارع بسيط منفية عشان اعرف الجملة زمنها ايه اشوف الفاعل هو يلعب كرات قدم دي جملة مثبتة طب هنا is playing ده زمن مضارع المستمر لان المضارع المستمر يتكون من am is r plus ver plus ing لو هجبها منفية يقول he isn't playing football هو لا يلعب كرات قدم يبقى ده زمن مضارع المستمر مثبت او من في بيزال تاني he played football هو لعبة كرات قدم هو لعبة يبقى زمن مضو بسيط يبقى الجملة في زمن المضو البسيط خلي بالك ممكن تكون مثبت او من في لما اقول مثلا he didn't play football كده انا نفت الفعل بلايد قلت didn't play لانه didn't زياد المصدر مثال التالت او مثال رابع he was playing football هو كان مستمرا في لعب كرات القدم والوغا لمضو المستمر وانا اتكلم عليه بعدين في بتاعنا من الحدث كان مستمرا في وقت محدد في الماضي هو كان مستمر في لعبة كرات القدم يبقى مضو مستمر يبقى مضو مستمر يبقى لو هجبها منفية he wasn't playing football هو لم يكن يلعب كرات القدم ده جملة ايه ماضي مستمر من في ناخد بعد كده النقطة ثالثة في تكمل الجملة البسيطة compliment الى تكملت الجملة خلي بالك تكملت الجملة المقصود هنا بالمكمل اللي هو بيكمل الجملة باقي الجملة يعني اللي بيجي بعد الفاعل والفعل مثلا i bought i دي اتفاعل bought دي اتفاعل طيب بعدهم some fruit yesterday دي كلها تكملها يبقى المكمل بتاعي باقي الجملة بعد الفاعل والفعل كمان ممكن المكمل يبقى صفة او صفة بعدها اسم طبعا الصفة بتصف الاسم او تصف الفاعل وتأتي بعد افعال الربط زي ايه مثلا زي مثلا verb to be لو am is or was where ممكن has been او have been ممكن being ممكن might have been كلمة become get grow turn لول معنى يصبح برضو هي اتمل افعال اللي ممكن يجيجي وراها صفة seem appear sound look بمعنى يبدو taste يكون ذو مذاق smell يكون ذو رائحة remain يبقى او يظل feel يشعر او يكون ذو ملمس دي كلها يا جماعة افعال بتيجي بعدها صفة بحنا نقولنا دلوقتي المكمل ممكن يبقى صفة او صفة بعدها اسم والصفة اللي بعدها اسم بتصف الفاعل ويأتي بعد ايه افعال زي ما قلنا دلوقتي تمام مثلا she is tired هي تكون متحبة خلي بالك is ده الفعال اللي بتلكوا عليه جي بعده صفة لان الصفة بتيجي بعد verb to be او زي ما قلنا افعال اللي افعال بيقوله على افعال التقرارية ناخدها بعد كده my mother grew old يعني ماما كبرت في السن يبقى كلمة grew old grew جي بعدها old عمر looks happy عمر يبدو مش ينظر هنا looks معناها يبدو هنا لما يجي وراء صفة معناها يبدو عمر looks happy عمر يبدو عليه سعيد جت صفة بعد الفعل look sama good angry sama غاضبة يبقى سامة هنا جي بعدها فعل good وجد بيجي بعده الصفة يبقى ممكن التكملة بتاع الجملة تبقى صفة او صفة بعدها اس انا بكلمك على الشكل البسيط للجملة يمكن ان يكون المكمل اسم يعرف الفعل او يصفه بيعرفه يعني يعني ايه لما قولك عمر is a doctor انا عايز اعرف عمر من عمر ده العمر يكون دكتور ممكن اصفه ممكن اقول اوصف دكتوره وليه هجيب قبله الصفة يبقى عمر is a clever doctor عمر يكون دكتور ماهر وبكده خلصنا الجزء بتاع النهاردة الخاص بليفل وان او المحاضرة في تأسيس لول انجليزية من سلسلة easy like magic الفيديو اللي جاي هناخد اول فيديو في المحاضرة التانية اجزاء الكلام هناخد اول نقطة فيها لنونز الاسماء ونعرف امتى تكون الاسماء countable nouns اسماء معدودة وانت تبقى uncountable nouns اسماء غير معدودة احنا كده وصلنا لاخر حلقات النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته